لم تكد الموصل تستفيق من صدمة الحرب وأهوالها حتى دخلت بغيبوبة أخرى تحت الذريعة ذاتها محاربة الإرهاب على يد من كان يدعي تحريرها لكن باختلاف الزمن تختلف أدواته وطرق الجريمة حقائق صادمة عن الوضع في نينوات تحت حكم الوافد الجديد كشفت عنها لجنة تقص الحقائق النيابية النائب عن المحافظة شيروان الدبرداني قال إن اللجنة اكتشفت أمورا وصفها بالخطيرة تشهدها نينوة تعرقل جهود النهوض بها وتحسين مستوى العيش لمواطنيها من استيلاء على الأراضي إلى بيع للسكراب وتهريب للنفط بالإضافة إلى فرض الأتوات على سكان الموصل من قبل الميليشيات المتنفذة جهات تستغل عنوين الأجهزة الأمنية قال الدبرداني إنها تتحكم بمقدرات نينوة لتضاف إلى المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات والتي بدورها تتاجر بأراضي ومقدرات المحافظة بالتواطئ مع بعض المسؤولين علاوة على ترويج بعض عناصر قوات الأمن لتجارة المخدرات في الموصل عبر تسهيل دخولها من السيطرات عن طريق الرشاة بحسب ما أكده النائب الدبرداني أحاديث الإنكار قد تأخذ مسارا إلى العدم مع إقرار القيادي البارس في ميليشي الحجد أبو مهد المهندس بأن هناك فصائل مسلحة تتربح اقتصاديا باسم الحجد في نينوة النائبة عن نينوة باسم باسيم عضوة لجنة تقصي الحقائق النيابية قالت عن اللجنة إنها لجنة فضائح لما كشفته من استباحة من سمتهم المافيات لأموال وثروات وأراضي سكان نينوة عبر بيع الأنقاض بملايين الدولارات وبوضح النهار وبعلم الحكومة في بغداد بالإضافة لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الأهالي في السيطرات الحكومية والتي لم تجد لها وصفا مناسبا إلا بالقول اختصارا إنها أعمال بشعة بيد أن كل هذا يبدو نتيجة طبيعية لحرب أتت على البشر والحجر في المدينة تحت ذريعة محاربة الإرهاب ما أدى في النهاية لتمكين أطراف لا تقل ممارساتهم بنظر الموصليين بشعة عن ممارسات من سبقوهم